بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم نهرضه على أو التخمر أو قولنا التنفس تنفس العوائي يعني من غير طيب عشان نفهمه نقول أن الجليكولوسي operates as long as it's supplied with free NAD A NAD that can fix up hydrogen atom يعني عندي في الدم مستوى السكر يفضل الـ around 0.1% 1 ميلي جرام 80 ميلي وعشرين لازم يتكسر على طول ويدخل جوة الخلايا تكسر الثابيع الكلوكيز وتحول يبقى فيروفيد. طرى ما انه فيه فريناد موجود يبقى فيه على طول ده معنى اللاين الاولاني. طيب الفريناد ده في ايدته ايه? زي بقولك بيكس اوب الايه? الهايدروجين. هنا لما بنكسر الروابط الكربونية كده بيطلع هيدروجين واللكترون لازم الهايدروجين يتشالع عن طريق من الكارير والفريناد. الطبيعي ان الناد اتش ده اللي يتكون ده. ياخد الايدروجين على طول لاخر خطوة اللي هي الخطوة اللي بتستناها اساسا هي الالكترون ترانسبورت سيستم. خطوة الالكترون ترانسبورت سيستم. انذر بكم فري اجين يبقى يدخل على طول فين يدخل فيه المايتو كوندريا. قلنا طالما في المايتو كوندريا في ايه? في اكسوجين. يبقى الفريناد يدخل كده هو. اللي هو الناد اتش الموجود ده. يطلع داخل الاكسوجين ويطلع ايه؟ يطلع الهايدروجين عليك ايه؟ مية ويتحرر تاني الناد بلس. اتحرر الناد يرجع تاني على طول يروح لمن؟ ليه الجلوكوز عشان ياخد منه الهايدروجين وهكذا تستمر نعمل يبقى في الخطوة الطبيعية ان الناد اتش يمر الهايدروجين في الالكترون ترانسبورت سيستم في الماتريكس. طيب اذا ما كانتش في اكسوجين يبقى بوابات الميتو كوندرا دي مقفولة مش هتتفتح. والناد لازم يتخلص من الناد اتش ده لازم يتخلص من الهايدروجين باي طريقة. فيلاقي الطريقة بس واحدة قدامه ان هو يسيب الهايدروجين ده على مين؟ على البورويت. فتتحول تبقى الاكتات ويتحول هو بفري عشان يروح لمين؟ ليه الجليكولوسيز ويشغل الجليكولوس. الخطوة لي اسمها الفرمنتيش. بتبقى في السيتوب لازم بدون اكسوجين. يبقى يشغل لي لان مافيش اكسوجين. يبقى اذا مافيش اكسوجين يبقى يبقى الناد اتش توباسيز هايدروجين اتوم زي توبا روفيت and forming lactate. ده ماده سمه. وتسبب في المسل زي مسلا يسموه يسموه المسل فتيج او ارهاق العضرات. لو زادت في المخ مثلا اثناء الولادة. ده قدي لضمور في خلايا المخ وقدي لده شوهات. ده باختصار معنى التنفس اللاهوائي او الفرمنتيشن معناه ان الناد اتش باسيز الهايدروجين توبا روفيت and forming lactate. عندنا توطيب سمين الفرمنتيشن اللاهو نوع الاولان خالص اللاهو الاكتك اسيد فرمنتيشن ونوع التاني اللاهو الاثانول او الالكوحول فرمنتيشن. اذا الجلوكوز قلنا جلايكوليسيز في السيتوب لازم. هيتحول يبقى اتنين باوروفيت. التوباوروفيت ده المستقط المسار الطبيعي ان يدخل الميتو كوندرا عليها الاسيتيت ويبدأ دور الكريبس وبعدين الالكتوران ترانسبورت سيستيم يتحول بعد كده الكربون الجلوكوز ده يتحول يبقى ايه؟ سنكسر الكربون ويتحول يبقى مية ما يسبب لكشة اي مشكلة في خلقه في جسمك. المية ده الميتابولوك ووتر مية الايد يطلع لو مية في زيارة يبقى في اليورين والكربون داوكسايد اكسبلت اوت زباطي عن طريق الايه؟ الاكسبيريشن. يبقى عملية الميت الفرمنتاشن معناها ان الناد اتش باسز الهايدروجين تو ذا الاكتيد تو فورم تو بيورفيت تو فورم الاكتيد. عشان كده تبقى دية زيارة سيكل. ام تتم الفرمنتاشن اذا لا يوجد اوكسوشين. طيب النوع التاني طبعا نفس الكلام غلوكوز تحول يبقى بيورفيت والبيرفيت يبقى الاثايتلدهايد وبعد كده تحولي بيثانول. او يبقى الناد اتش باسز الهايدروجين تو أسيتلدهايد عشان يكون الاثايتلدها والاالكوى الفرمنتاشن. وده ممكن في بعض البكتري. الترينين في الانسان الترينين التبني الرياضيه يدعيس الفرمنتاشن. بتقلل الفرمنتاشن. ان اثلتس الوما رياضيين النابر of mitochondria is higher in the muscle. عد الميتو كوندريا بكتيرا. They rely on citric acid cycle and electron transport system to generate ATP. بيعتمد على citric acid and electron transport system عشان يولد ATP. citric acid cycle can be barred by the fatty acid instead of glucose. ممكن برضو يشتغل بواسطة الفاتي acid بدل الجلوكوز عشان تلاقي قسمه ومشوق القوامة فيش في دهون حرقت دهون وهي طلعت على ايه طاقة. So the glucose in the blood remain normal during exercise. الاستفي الدم بتاع الاثلتس الوما رياضيين مستوى السكر الدم والشخص العادي شخص العادي بيستهلك اكثر الجلوكوز فتلاقي مستوى السكر في الدم يقل عكس الوما رياضيين تلاقي مستوى السكر في الدم ثابت حتى بعد التمرين بعض فترة من التمرين ليه؟ لانه بيعتمر على الفاتي اصيد باور السيتريك اصيد سيكل يبقى في الاسل السباقة الوما رياضيين زريز ان انكريز من فات ميتابوليزم طبعا بيزود حرق الدهون اكدر شوية لان السيكل السيتريك اصيد سيكل بيعتمر على الفاتي اصيد كيبس بلاد جلوكوز ات نورمال ليفل مستوى السكر بعد النورمال اكسرسيز بيبقى نورمال ليفل سمولر اكسجين ديفسيت يبقى فيه عنده عجز اكسجيني او عجز الاكسجين قليل شوية يعني نقص الاكسجين في العضلات بيبقى قليل due to increase oxygen uptake as honest of training يعني في بداية التمرين بينظم عملية النافس فبيحوا كمية شحيق اكتر للأكسجين فيبقى عنده العوز او النقص الاكسجيني اللي داخل الخلايا تبقى قليل شوية فبيحصلش عنده فرمنتشن زي الشخص العادي الريدكشن ان الاكتك اصيد فورميشن يبقى الفرمنتشن هي الاو متكونش الاكتك اصيد والتالي ممكن يجري فترة طويلة في الملعب مثلا عند انكريز الاكتك اصيد رموفر حتى لو تكون شوية بيحصل رموفر طبعا على الليفر وبعد كده ايه يتحاول تاني لمركبات اخرى ده البايروفيت في الحالة دي هو الكي ان زي بوينت ان ذا كاتابوليزم يبقى عند الجوليكوز طبعا في الخطوة الجلايكوليس في السيتو بلازم فوجود الاكسجين يبقى البايروفيت ده على طول يدخل الاسيتيك سايكل الاسيتيك اسيد كوانزيم ايه بتحاول يبدخل الاسيتيك اسيد سايكل ودور كريبس ويبدخل طبعا في الالكترون ترانسبورت سيستم والناتج في الحالة دي يبقى كاربون دوكسير يطلع ووتر يطلع كمية كبيرة من الطاقة اللي قلنا عليها 36 او 38 ايتي بي الحسب ايه نوع الخلية في الحالة البايروفيت لما يكونش نوع اكسجين يحصل وطبعا بتديش غير اتنين ايتي بي تدي اثنون في بعض الكائنات وتدي طبعا فيه الاكتك اسيد اللي ممكن يسبب كمية كبيرة يسبب المواصل فتيج او ارهاق العضلات الموجودة نتيجة زيادة الاتراكم الاكتك اسيد على العضلات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته